خطاب في هذا التوقيت معنا على الهاتف الدكتور سعد شالب المدير التنفيذي للنادي مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا سبراهيم ومساء الخير بثمان سعد يا دكتور إزاي حضرتك إزاي حضرتك يا كتب دكتور الأول عايزة أتكلم مع الدكتور سعد الخبير التسويق الرجل العلمي والعمل الحقيقي بكل خبراتك أهمية الجمهور كأنصر بعيدا عن مطلب الأهل وخطابه اللي هنجيله أهمية الجمهور في المكون العام لصناعة الكورة إيه يعني خلينا يا سبراهيم عشان برضو الناس تبقى وقت قبلها يمكن أنا أقول بعض الأرقام اللي هي قصة بجدوة الدوري المصري والجمهور والحضور الجماهيري في الدوري المصري هذا العام اللي انتهت أخذ مباراة في ثلاثة تمام أعتقد أن الأستاذ الصادم الأستاذ محمد شبانة في الحقيقة أعلى عن عدد الحضور الجماهيري في مباراة الدوري المصري اللي هي كل فرقة لها تبع عشر مباراة لما تضربهم في عدد إكمالي ثمان قصر فريق اللي موجودين في الدوري النادي الأهل جافوا المقدمة لثمانية وثمانية وثمانية ألف وثمانية وثمانية أربعة واربعين أشاهد النادي الزمالك في المركز الثاني باثنين وثمانية 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 النادي الإسماعيلي في المركز الثالث باربع وثمانية وثمانية الاتحاد في المركز الرابع في 52.723 المصري في المركز الاتحاد 38.442 قد المحلة 35.493 وأطوان عديهم في 18.922 الأرقام بالحقيقة بتاكد الحضور الجماهيري في واحدة أقدم الكثابات في القرى الأفريقية أو في المنطقة العربية في المتوسط الحضور الجماهيري في الدوريات الأوروبية الخامسة الألمان طبعا بيأخذ المقدمة بـ 42 ألف أجاد في المباراة واحدة تخيل حجم السجوة ما بين حجم الصلب في مصر وحجم الصلب في مباراة واحدة أتكلمك على إثالة دوريات بحين أن دي قوة موجودة داخل الدور المصري بالدليل على كده إيه؟ كلينا نتكلم لغة الأرقام كلينا نقول إن النادي الأهلي ده صلب صدور جماهيري في مباراة الأفريقية كان فيه خمسين ألف ومشاهد كان الأستاذ ممتلع عن آخره خمسين ألف ومشاهد ده بيعكث من عندك أجم صلب فعلي موجود داخل السجوء المصري مش بس للنادي الأهلي وهنا ده برضو بيعكث رؤية النادي الأهلي مش بصالح في نادي الأهلي ولكن صالح في نقعة فرط القدم المصرية لأن الجهور هيظل مؤكسة الأكبر هو مش في إرادات يوم المباراة يعني إحنا عندنا إرادات يوم المباراة اللي هي متمثلة في تذاشر المباراة متمثلة في التشرف اللي بيساع متمثلة في الـ 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 اللي بتسم من الرعاء اللي بيسين داخل المباراة في يوم المباراة كل ده ينعكس على الإرادات بتاعت صناعة صرات القدم النهاردة كان هذه الملطقة اللي حاولين مجلسة بقى فيها حجم طلب موجود في المباراة بتاعتها سواء في المملكة المغربية الشفيفة في المملكة العربية السعودية الشفيفة أيضا عندك الدوري الكنسي عندك الدوري الجزائري وده بيأتي إلى حركة اللاعبين في الأسواق لأن اللاعبين بتروح اللي فيه حجم طلب متنامي لأن اللاعب هي كمان لها طلب يعني لها طلب في الناس بس اللي معانا المتاهدين اللاعب عايزة جنبور يسجحها ويحفزها عشان تبتع في ماراة وتقدر الناس دي تبقى متحمسة ليها تبت بس كده بكورة كلها على بعضها نعودنا بنتميها منصة الشبكة أو المنصة دي عليها ناس كتير أو موجودين على المنصة جمهور في الألف لو أنا دور الجمهور المتاهدين الكرام معانا يعني يتخيلوا معانا دي منصة موجودة الجمهور موجودة قلبها الرعاة موجودين بالناحية الشبكال الوسائل الإعلام موجودة بالناحية الهجيب كمان عندك الموردين بالملابس موجودين فوق فمرفع كده فوق وايضا اللعيبة موجودين تحت محتاجين حاجات رواسط محتاجين فلوس ايضا بالتعاقدات الدوائر دي كل دها على الفلاسفور معملة تستغل على حاجة واحدة بس الجمهور وبعدين لما تتخيل بيضغط على وسائل البس معناها انك تقدر تجيب قيم عالية من وسائل البس وده اللي موجود في الدوائر الانجليز تحديدا فلما نيجي نبص على الدوائر الانجليز هو اعلى قيمة في وسائل البس نتيجة لان الجماهير هو عالي فمعناها ان في عدد مشاهدين قدام شاشة التلفزيون يقدر ويدفعوا رسم الاصطلاق بتاعت الرعانة صلوب هم الرعاية عايزين كمهور تشوف العلامة التجارية بتاعتكم فمعناها ان كل ما كان المستاد مليان كل ما كان فيه معدلات رؤية للعلامة التجارية كل ما كانت المسوعات هل كان فيه تأثير سلبي على فرص الخدم المصرية لان فيه عدد من الفرق الرياضية المصرية المشاركة في طول الدول العام لم يكن عليها اي شكل من اشكال الرعاية لان هو الرعاية تقول ما فيش حجم طلب فاحنا مش هنقدر نرى هذه الفرق لان مالهاش حجم طلب موجود في السوق او مالهاش موجود في السوق فده بدأ التأثير ده يحصل فالجمهور قصة يجب ان يتم ادراكها بمفهومة الحقيقة لانها روح اصطناعة هي روح اصطناعة بتاعة فرص الصدم ما هي بس ان واحد جميع الفرق الرياضية على الرغم انها احتفظ الدقية من البشر التلفزيوني واحتفظ الدقية بحوال الرعاية لانها الميزانيات اللي طلقت كلها كانت فيها خسارة مالية كبيرة نتيجة للفدور الجماعي وهجي مثلا هنا في سنة من السنين في المان يونايتد تاز بطولة الدور الانجليزي فقد قررت رفع سعر التذكار خذ قررت رفع سعر التذكار فلما جاي فيها السيزون بدأ السيزون في اول مباراة ولم يتم بيع 60% من سومة التذكار اللي موجودة في السيزون فخذ قررت غريب جدا امعامل الاطفال اللي من سن 3 سنين لتسسع سنين يدخلوا مجانا يدخلوا مجانا بس ان هو يخش مجانا ما يبقى معاولية امره عشان يدفع التذكار ورفض يعمل حسين انه ينزل في سعر التذكار عشان ما ينقفضش خمس المنتج بدعريها لفتاع الماني وفي نفس الوقت لا تبدو المدرجات خالية فمعناها ان في تراجع من قيمة سوقية للفان جنيه الناس بتحسد جمبور وتحترب وبتقدره مش النادي الاهلي يعني يمكن هنا احنا قبيت اوضح وحضراتكم بسيطين بسيطين الفرصة بشكل يعني وفريع كده الجمبور ما يجب عدم التعامل معاه على انه يعني ممكن حتى الميج بسيطين بتدفع متخصرة مش هي دي قيمة المالية الحقيقية او قيمة المالية متخصرة في البدد والذلك احنا عندنا معاناة على السوشيال ميديا كمان التفاعل ده ده رجيمة بتكمال ما بنقدرش نكملها على السوشيال ميديا وده عايز بحث شوية زي نستر نوضحها لكن يجب التعامل مع ملاق التفاعل بعناية سديدة ان مصر في الحقيقة هتتحول بقرة تانية لسوق منبع يعني مصر طول امرها بالنسبة للدول العربية والقارة الافريقية سوق منبع يعني المشاهدين في الدول العربية وفي القارة الافريقية يتابعون كرة الخدم المصري طول ما فيش المترجات تالية بالجمهور مصر مش هتبقى سوق ممتع عدد اول سوق طبي يعني الدول العربية تبدأ تبقى حصل بدون تسمية ان الدول اللي حوالي لما بدأ اتطور في شكل صناعة بتاع كرة الخدم بقى فيه جزء من اكبر سوق المنطقة وهو السوق المصري عندك مية واربعة مليون مواط مية واربعة مليون مواط بدأوا يتفرجوا على الدول ذات الكثيرات السوق الاقل من هنا وضع كلمة ازاي تتحول من منبع السوق مطب نتباع عندك المنتج بتاع الدوريات الاخرى وده برضو واحد من التورات الكثيرة سواء مالية او لأمعاد تتعلق عايز الموضوع ده يتعالج بالحكمة ويحاد نظر لمصلحة الدولة المصرية ولمصلحة اصماء كرة القدم المصرية واهم حاجة كمان بدأ التفاق كان لسه بتكلم فيها الموهبة الموهبة السكرة دي كلها اين على الموهبة اللي بتمتع الجماهير دي انت كمان هيت في عزوف عن مبارس كرة القدم واحنا شايفين المشروع القوم الكديم اللي تحت رعاية الساد الرئيس على ان كيف تكتشف مواقف رياضية عشان تقصير منتجين بدء لصناعة كرة القدم وزايا محمد صلاح وزايا العيبة كبار اخر حاجة انا مخصوص انا ايمكن كم تكتشف عن التوريات الكبيرة تحكير الحدور الجماهير عليها ازاي بيأثر على حجم الصلاح ليه الدور الجماهير زي لان تلاقينا هناك في علاقة الحضور الجماهير وارتفاع مستويات البيع فيه حول بس وحول رعاية يعني كل ما كان عندك حضور جماهير اثر كل ما كان عندك حضور الرعاية اعلى اللي برفول على تبيل المثال هو واحد من الاندية اللي لقى حجم الطاب في الاسواق العربية نتيجة لجماهير محمد صلاح النهار ده ارتفع تعايداته من ثول بس تليكيزيوني نتيجة للدورات الأوروبة والفصة خدا جديدة واي دانسيا محول الرعاية واي دانسيا اللي جاية من التخيص بالعلامة التجارية من الشركات المواردة للملاد الرياضية والفصة جديدة والفصة محتاجة فهلاوة وبالتجاجة انت مش مهم للمهور والمهم لا للصفة هو قلب هذه الصناعة لان ما تبطنع في دول طلب وذلك انت كل ما بيشوف المدرجات في دول أخرى تالية معناها ان المنتج ده ليس لو معناها انت بتصر في دول على الأرض من الموضوع كبساطة كده معناها ان كمان عند اكش نبو اقتصادي بالاقتصاد بتاع كرة الصدق لانها واحد مكونات الاقتصادية الرئيسية اللي بتأثر في النمو الاقتصاد العام والاقتصاد الكل في الساو فالموضوع كير بش طب الموضوع بأهميته يا دكتور وأهمية عنصر الجمهور في صناعة الكرة وفي ظل التطورات الإقليمية اللي حصلة دلوقتي في صناعة الكرة النادي اللي اخذ هذه الخطوة في مطالبة اتحاد الكرة والربطة بالساعة الكاملة ايه متابعات هذا المطلب يعني حضرتك احنا بالفعل خاطفنا لاتحاد المصري لكرة القدم وده برضو بيعكس قيمة مهمة النادي الاهلي دائما بيستدحها النادي الاهلي دائما بيروح لصاحب وخليني برضو هنا في الحقيقة اتوجه بالشكر الجزين لكل المؤسسات الوطنية المصرية على دعمها ومسندتها لطلبات النادي الاهلي في الفترة الماضية واعتقد الجمهور خلينا برضو نتكلم في الجمهور الجمهور كان له تأثير جابي تأثير في فوز النادي الاهلي بالبطولة الافريسية لو نتخيل كده المراحل في الوقت الحرك لما كان عندنا مباراة النادي الهلال السوداني وكان فيه دعم من فتاة الدولة المصرية لحضور تمثين إجابي على أداء البعدين وكان نتيجة المباراة أكثر من إجابية كمان بعد سبير من الأهداف أعتقد برضو تأثير مباشر للجمهور لما حضر في مباراة البداد المغريبي الشفيف أيضا في القاهرة على الرغم من اللي كانت النتيجة برضو القعد كان بأثير صعب 2-1 لكن الجمهور نعب تأثيره أيضا وتأثيره وهنا أيضا تأثيره بشكل المؤسسات مزارة الداخلية كانت تركة تذكارتي كانت تركة السادات هي أستاذ القاهرة وبشكل النادي الأهل صاحب الشهر وصاحب المنظاح الأولي الذي يدير صناعة كرة الخدم في مصر هو الاتحاد المصري كرة الخدم وكانت أجيس الخطاب للاتحاد أن يصلع مهامه ليس لصالح النادي الأهلي ولكن الأرقام الحقيقية التي أعرفتها على حضراتكم لمساكس الدور المصري هذا العام في حدود الأرقام المسموؤية وهو 3000 متفرد كان النادي الأهلي في صدر الأندية أيضا أكبر عدد من الحصور الجماهير وعلى رغم ذلك النادي الأهلي في صالب بالحصور الجماهير لكل الأندية المصرية كمان في حسة احنا نحن بنى منها أن أغلب الأندية الموجودة في مساكس الدور العام محتاجة تخلق حاجة طلب على الرياضة عشان تدفق متى لأن فيها الأندية لسه ما بتتمسعش من صعب الجماهير الكبيرة وما عندهاش جهود نتيجة لأن هي شايفة عدم الحضور الجماهير ده أصبح طرار طب الثالث ما تبدلش أي جهود تسوئية في النتيجة تزو صعب الجماهير بتاعها لأن ده ينعاكس على مجموعة من الأداء هينعاكس أيضا على أداء اللي عديد في الملعب هينعاكس على طيبة صوفية لكل الأندية هينعاكس على الأدمات المالية اللي بدأ ببعض يشتكي منها ممكن الكابتن عادلي كان بتتكلم فيها دلوقتي وبيقول فيها أن أن انت كمان لازم يبقى عندك مجهود انت بتبذلك قصائد لناس عشان تزوج حاج في الطلب على النتيج فيها تجيب موارد مالية حتى النهار ده هيدي هباس للآخرين وده هيأثر على حاجة تانية مهمة الترخيط اللي هتصدر للأنبياء منذ داخل الصرر الأفريقية انت مواردك جاية من بالضرورة من نستمر لحد بيسد موارد نجل تكون في جماعير هي التي تاضرة على تنسي الأنبياء حتى يبقى فيه صورة حقيقية حقيقية بموارد من صورة نتمنى الاستجابة لده دكتور لكن أخيرا فيه جديد على العضوية وعلى الانتهاء الموعد في الحقيقة طبعا مجلس تدريبنا المؤثر في الحقيقة كان في الفترة الماضية أخذ قرار بإنه يأجر العمل فيه السيادة اللي تم بإكرارها من الجامعية العمومية وارتفاع قيمة العضوية من 85,000 309,000 حتى 31,000 وإنه اصدرنا من خلال محمود القصيب رئيس مجلس الهدارة باختطاب موجه إلى الجهة الهدارية بإنه إنه إنه ساء الله بداية من 1-9 سوف يتم العمل في السيادة الجديدة في السهر العضوية إنه كنا في الحقيقة حرسين القطرة المفاسس على إن إحنا نتيجة في حجم الصلب الكبير اللي كان على أضوية المدينة القاهرة الجديدة والمدينة الكبير فاد وإنه الرئيس بالكبير هو مدينة نفس كنا حمدين إنه نسمح لأكبر عدد من الراغبين موجودين معنا وبالتالي 1-9 عن طه الله هنبدأ نطبق الأسعار الجديدة للعضوية من جانب ومن جانب آخر أيضا بالحقيقة نتيجة الكثافة الموجودة دلوقتي بدأنا نعمل موعة للإجراءات للتكيشير على الراغبين في الانضمام لعاك بلاد الأهل الكثيرة في كل فروع أسادي الأهل عملنا أيضا رابط ديستروني تستطيع أن تقدم خدمات للتحظم العضوية من ثلاث أذر وفي الاجتماعات العضوية وكمان يتعامل مؤادل خاصية لحضرتها عشان تبقى موجود معنا في نادي الأهلي عشان نكف الفضور باكل النادي الأهلي بقى برضو احنا تيسير احنا عملنا عملنا إجراء آخر أيضا أن كل فروع تستطيع أن تقضل فيها في كل فروع النادي الأهلي كانت صهيرة جديدة التقار الريس كثيرة وآيز المدين عملنا أيضا حاجة كثيرة نحن نضينا عدد ساعات العمل من تسعة صباحا لتسعة مساء ده برضو مجموعة من السلول من عشان نقلم الكثفات الموجودة إن شاء الله وإحنا شرقلين كل يوم من تسعة صباح لحد تسعة مساء لنلفي رغبات الواطنين المصريين اللي عايزين يلطحقوا بعضوية الناجي الآلي وينضموا لأسرة الناجي الآلي تماما دكتور كل التوفيق والفرصة متاحة أمام كل الرغبين في الانضمام لعضوية الآلي قبل 1 سبتمبر وسريان العقود الأسعار الجديدة بنشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا دكتور سعد على الإضافة والتوضيع شكرا شكرا جزيلا للدكتور